وكان يعلم أصحابه منزلة وتوقيره وحفظ مكانته وعدم الاستهانة بشانه وإن بدر منهما هو خلاف الأولى أخرج البخاري في صحيحه إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي فما أوذي بعدها وكان صلى الله عليه وسلم يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه ويقول فيما أخرجه الترمذي في سننه بسند صحيح ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يد يكافئه الله بها يوم القيامة ولو كنتم اتخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر وقال وهل نفعني الله إلا بك وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله نفسي وما ملكت يدي والوالدان لك الفدى وأخرج أبو داود بسند صحيح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما أتاني جبريل فأخذ بيدي حتى أراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر ليتني كنت معك يا رسول الله حتى أنظر إليه فقال عليه الصلاة والسلام أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي تصغي لها مسامع الأكوان يغدو بها السامع كالنشوان